هسان نور شباب بناتو كل يلقائي تابعوني طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن مقتطف لفيديو اكبر من عنده رابط الفيديو راح تلاقو باعلى يمين الشاشة الفيديو الاساسي اذا كان هذا الفيديو مع المعلومات اللي بي ما كانت كافية بالنسبة لكم تريدون تتوسعون اكثر بمعلومات مشابهة لهذا الفيديو فانقروا على الرابط فوق وراح تحصون على الفيديو الاساسي او تلقو اسفل بالdescription شوفوا الفيديو ادنا طبعا الhumorous رح يكون حديثنا الان على الhumorous الhumorous هو longest bone of the upper limb طبعا الhumorous يحتوي كل long bone مثل ما نعرف احنا عنده head عنده two ends اوكي two ends وعنده shift اوكي طيب الهد طبعا هذا الهد اللي هو يحتوي على cartilage اللي هو articular surfaces او articular surface النامات ويحتوي على الاناتوميكال anatomic نك ليش اكو two next عندي هذا الاناتوميكال نك وعنده هذا الصورجيكال نك الصورجيكال نك لانه السورجينز يقول انه هي هاي النك ما لله لأنه عادة هي هاي اللي تنكسر فعادة تنكسر رقبة الهيوميرس بينما الأصحاب الأناتومي أو الأناتوميس يقولوا لا هي النك تجي مباشرة بعد الهد بهذا المعنى فهذه الأناتومي كال نك وهذا الهد وهذه السيرجيكال نك عندنا طبعا هذه الكريتر تيبروستي وهذه اللسر تيبروستي مثل ما قائد نشوف الكريتر تيبروستي واللسر تيبروستي يمتدن ما بياناتهم يكون من البيسيبيتال جروف من هي يمتد البيسيبيتال جروف؟ طبعا البيسيبيتال جروفة سيتكون من ثري ايتم سوري ثري ايتم واتمز ذرات واتمز أشياء فالميدياللب اللي هي هاي الميدياللب وهذه اللاتراللب وهذه الفلور كل واحدة من ذني راح تكون هي عبارة عن insertion لمصل معين منها البكتراز منها اللاتسماس دورسي منها بعد واحدة ثانية نستطيع تسمها تيرس على ما اعتقد التيرس ميجر هي جيشي فكل واحدة من ذنها راح تكون عبارة عن أو subscapularis subscapularis على ما اعتقد subscapularis بهذا المعنى فذني راح يكون كل واحدة منهن لمصل معين عدنا طبعا هذه اللي هي دلتويد تيوبرستي هذه الدلتويد تيوبرستي وهذا الرفنس او الامبرشن يكون عبارة عن الاتاتمنت او الانسرشن من الكوراكو بركياليس مصوص راح تعرف عليه ان شاء الله خلال المحاضرات القادمة عدنا طبعا هذه مثل ما شفنا هذه السبيرال كروف او الراديال كروف راح يمر عندي راح يمر الراديال نارف و راح يمر ايضا ارتري معين راح نتعرف عليه ان شاء الله خلال المحاضرات الجاية اللي ما راح تطولي يعني طيب عدنا طبعا هنا بالدستل ايند اوف ذا هيومرس اكون عندي هو شغلات مميزة اول شيء هنا لو اريد اقتطاء راح يكون عندي فالتركيب معين فالصورة معينة هنانا المفروض يكون عندي خلي نرسم افضل واللي ما راح توضح للصورة هنانا فراح يدخل على الهيومرس اقتطاء راح يطلع هسه المحاضرة مع الهيومرس فوق راح تشوفوها بدقيقة 25 دقيقة و 40 ثانية راح يشرح عن هاي النقطة اللي هو اني طبعا راح اشرح عن هاي النقطة طيب هذا الانتيريور بوردر هذا الانتيريو اوكي الانتيريو لاترال سرفيس وهذا الانتيريو ميديل سرفيس هذا رح يكون الـ posterior surface طبعا هذا الـ medial border وهذا الـ lateral border of the humerus طبعا هذا كله يعني أوكي وهذا كله ولكن الـ anterior border هنا من بينه بالكل أم بينه بس هنا أوكي بهذا المعنى طبعا هناك مصادر الساسة لا تذكرها ومصادر لا تركز على الـ surfaces الموجودة بالـ humerus ولكن يعني حبيت أذكرها فقط طيب الأدنا طبعا هؤلاء من هذا الـ lateral border رح يستمر حتى يكون ليـ lateral supervocondylar ridge lateral supervocondylar ridge رح يستمر للنهاية حتى يكون لي lateral neatly وهذا أيضا هنا طبعا هذا الميديال سوفر كوندايل الرجل اللي هو الميديال بوردر راح يستمر حتى يكون لي الميديال سوفر كوندايلر رجل بهذا المعنى وأكيد راح ينتهي بالميديال أبي كونداي اللي بورزها مثل ما قاعدوا نشوف أكثر من اللاترال أبي كونداي أما ذنبه هذه الكورونايد فوسة وهذه الريديال فوسة هذه طبعا التروكليا وهذه الكابيتيولم الكابيتيولم مبين فقط من الانتيريور من البوستيريور ما موجود الكابيتيولم بس موجود من البوستيريور فقط التروكليا بهذا المعنى وعندي هذا الأولر هنا فوسة اللي هي أكثر فوسة أو أكبر فوسة موجودة بالهيومرس طبعا هذه صورة واقعية أكثر مثل ما قاعدوا نشوف صورة واقعية أكثر نفس الأشياء أنتم تقولون فقط تركزون بها هذا السبيرل جروف وأدنى أو ريديال جروف أدنى هذا طبعا هنا واضح الانتيريور بوردر أكثر وأدنى طبعا هذه الميديال أبي كونداي وهذه اللاترال أبي كونداي هنا أيضا موضحا أكثر أوكي بصيغة أوضحة هنا ولكن هي نفسها فما رح أيدها الركز فقط أن التروكلية من البوستيريور سوف نتعرف على المسلز اللي ترتبط مثلا هنا البريكياليس مسلز أوكي هذه أيضا هنا ترتبط مسلز معين منها البكتراليس ميجر اللي هي هاي هنا البكتراليس ميجر على ما أتقد فببساطة هنا ذني الاتاتشمنت أعرف عليهم بطريقة أعقد بكثير إن شاء الله خلال المحاضرات القادمة طبعا مثل ما قلت لكم أنه هذا ليس الفيديو الكامل الفيديو الأساسي حتى تبقون الرابط ما تأسفل ولا تجسوا اللايك وشير وسبسكرايب واشتركوا هناك وقناة تليجرام جيد بدون تشتركوا بها بوصف الفيديو بدون تشتركوا بيها انشر بيها المعلومات اللي تكون بشكل سريع يعني ومو ألا أسوي عليها فيديو وينتظر الفيديو يمكن مدة يومين أو ثلاثة يلا ينشر فالمعلومات تكون سريعة ويعني غالبا أنه المعلومات تكون وقت الامتحانات يجل من ما يكون عندي وقت فانشر على قناة تليجرام إن شاء الله أشياء تعجبكم دائما سواء كان بقناة اليوتيوب ولا قناة تليجرام فاشتركوا بقناة تليجرام حتى يوصلكم كل جديد سريع نلتقي بفيديو آخر اشتركوا في القناة